إذن طلبوا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيا من نتنياهو ووزير الجيش الاحتلال يوهف جالانت أثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذها بشكل عام إذن تؤدي المحكمة محكمة الجنائية الدولية دورا مهما في التحقيق في الجرائم الدولية ولكن تنفيذ أوامرها يتطلب تعاونا دوليا قويا وهما يشكل تحديا في القضايا المتعلقة بإسرائيل أبرز هذه التحديات التي تواجه المذكرة وعدم الاعتراف بالاختصاص لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها فضلا عن الحماية السياسية والديبلوماسية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل كما أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء التي قد تتردد بسبب الضغوط السياسية يضاف إليها القيود العملياتية حيث لا تمتلك المحكمة قوات شرطة خاصة بالتنفيذ وبشكل عام لا تعتبر هذه الدعوة الأولى من نوعها أمام الجنائية الدوية ففي عام 2009 طلبت السلطة الفلسطينية الاعترافة باختصاص المحكمة للتحقيق في جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوط أما في عام 2010 فدعت منظمة هيومين رايتس ووتش إلى التحقيق في الهجوم على أفطول الحرية طبعا وبعد ذلك في يناير 2015 قدمت منظمة العفو الدولية أدلة إلى المحكمة الجنائية تتعلق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال عملية الجرف الصامد في غزة وفي العام ذاته وقعت فلسطين على مثاق روما وقدمت ملفا تضمن أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل منذ 13 من يونيو عام 2014 أما في عام 2019 فقد أعلنت المدعية العامة للمحكمة أعلنت رغبتها في فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية وفي عام 2021 أعلنت الجنائية الدولية أيضا فتح تحقيق رسمي في الاتهامات والجرائم الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب عام 2014 تلاتها شكا وقدمتها منظمات غير حكومية ودولية تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب على الصعيد الدول لم تقدم أي دولة شكوى رسمية ضد إسرائيل لم تقدم من أي دولة غربية بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن معظم هذه الدول تتخذ مواقف ديبلوماسية أو سياسية بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما أن الجنائية الدولية لم تصدر أي أحكام بحق إسرائيل فمنذ إنشاء المحكمة محكمة الجنائية الدولية أجرت 17 تحقيقا وأصدرت أيضا مجموعة أو مجموعه 42 مذكرة تعتقال واحتجزت 21 مشتبها به وأدان قضتها 10 أشخاص وبرأوا أربعة من المشتبه بهم إذن مشاهدين هكذا بدأ تاريخ محكمة الجنائية الدولية وآلية تنفيذ يعني هذه العقوبة تتزالوا حتى الآن غاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر